موسيقى هو أحد صانعي الإنجاز الإفريقي سنة 1979 في إثيوبيا هو الحاصل على القرى الذهبية الإفريقية سنة 1975 هو الهداف التاريخي للمنتخب المغربي على مر العصور 42 هدف هو هداف البطولة المغربية سنتي 1969 و1973 هو الهداف التاريخي للمنتخب المغربي في كؤوس إفريقيا برصيد 6 أهداف هو هداف المنتخب المغربي في أولمبياد ميونيخ 1972 فرصيد 3 الأهداف فجل الإنجازات كاملة كانت تحت اسم شخص واحد أحمد فرس ترجمة نانسي قنقر أحمد فرس أحمد فرس ترجمة نهارس بعد جمبير سنة 1940 في مدينة المحمدية هذه المدينة التي اختار بدا فيها مشواره القروي وبالطبع تنادي شباب المحمدية والذي لعب فيه من سنة 1965 تل 1982 وحقق معها لقب البطولة الوطنية سنة 1981 وحصل على لقب هدف البطولة مراتين سنة 1969 و 1973 فراسية 16 هدف وخلال الفترة اللي قضاها فرص مع شباب محمدية خطف الأضواء بشكل كبير أصبح النجم الأول للشباب طيلة 17 سنة فراس العم مع شباب محمدية 497 مباراة وسجل خلالها 231 هدف وطلق فراس عروض من أندية أوروبية وأمريكية من أجل الاحتلاف بها وهذا الأندية كانت من قبيل نادرية المدريض الإسباني وكوسموس الأمريكي لكن فراس رفض وفضل يبقى بجانب الأم دياله وبقى فريق الأم حتى اعتزل سنة 1982 كلمة في حق الحاج حمد فراس أنا لم يكنت ندخل اللعب لعب معه نعم وركنت نتفرج فيه نعم يعني تظهر لي بأنه أحسن لاعب في تاريخ كرة القادمة المغربية نعم والتموية بالجسد ديره نعم والأخلاق العالي صحيح دووزنا واحد فترة خالدة لأنه فعلا كانوا لعبين كبار في مستوى نذكروا فراس نذكروا العزاز نذكروا جناجاح لعبين اللي اعطوا المغرب الكثير اعطوا حضور متميز في أنحاء إفريقيا والعالم العربي مسيرة فراس مع المنتخب المغربي كان طويلة وملئة بالإنجازات الفردية والجماعية وكانت أول مشاركة له مع الأسود موسم 65-65 بحيث تمت المنادات عليه لمرافقة منتخب الأمل لخوض مباراوي الضياد ضد منتخب الجزائر وبعد أسبوع وأسبوعين لعب أول مباراة دولية له مع الفريق الوطني الأول ضد سويسرا في مباراوي الضياد فراس لعب مع المنتخب المغربي كأس العالم سنة 1970 في الميكسيك ومن بعد 6 سنوات وفي سنة 1979 بالطب ساهم بشكل كبير بتتوهج المنتخب المغربي بكأس أمم إفريقيا في إثيوبيا وفي نفس السنة حصل فراس على القرى الضهبية الإفريقية كأول لاعب مغربي في التاريخ كي حصل لها الجائزة وسبق الفراس أنشارك مع المنتخب المغربي في الأولمبياد سنة 1972 وسجل خلال هذا المسابقة 3 أهداف وتمكن كذلك من تسجيل 7 أهداف دوري القناترة في سوريا وأحرز لقب هداف المسابقة أنا داك فراس كي تعتبر الهداف التاريخي للمنتخب المغربي على مر الأجيال 42 هداف وكذلك هو الهداف التاريخي للأسود في كأسهم بإفريقيا مرسيد 6 أهداف 12 مباراة وقرر فراس الاعتزال الدولي سنة 1978 وفي سنة 2006 تم اختيار فراس من قبل القاف دي من أفضل ميتين لاعب في القرى الإفريقية خلال 50 سنة الأخيرة ويوم 9 يونيو من سنة 2019 نضم فريق شباب المحمدية مباراة تكريمية للأسطورة ديالو أحمد فراس أمام أساطير نادي برشلونا وعرفات المباراة حضور أسماء وازنة كاريفالدو إيد ميلسون وجولي أما من جانب الشباب فاحضر كل من عسيلة غلاوة أوبيلا نور الدين قاسيمي رشيد روكي طارق الجرموني وأسماء أخرى اعترافا بقيمة ما قدم أحمد فراس لشباب المحمدية خاصة وكرة القدم المغربية بصفة عامة اشتركوا في القناة